معنا من عمان الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية الدكتور عصام ملكاوي هل نبك دكتور عصام معنا على سكاي نيوز عربية دكتور عصام سأبدأ معك في الشأن الأمني والعسكري سهلا بك مرحبا حياك الله اليوم هناك مزيد من العمليات الإسرائيلية في داخل طبعا قطاع غزة هم سيطروا تقريبا على غربي القطاع والآن يطلبون من أهالي جنوب القطاع إخلاءها أيضا كيف سيبدو لك المشهد وما الخيارات الموجودة هنا صباح الخير لك والمشاهدين الكرام سيد العزيز عندما ننظر إلى منطقة العمليات في غزة وأنا لا أسميها مسرح عمليات لأن مساحة العمليات يحتاج إلى مساحة شاسعة تفوق مساحة فلسطين المحتلة هذه تسمى مسارح لكن هذه منطقة العمليات تم تقطيعها إلى مناطق فرعية وبالتالي عندما تدخل القوات الإسرائيلية قوات الاحتلال إلى داخل القطاع هي تدخل تحت ما يسمى المناورة بالحركة والنار وهي ما يسمى أيضا بالمصطح العسكري الاستطلاع بالقوة أي البحث عن المقاومة بطريقة الحركة والنار بمعنى أنها تحرق كل ما تجد أمامها ولكنها بالمقابل لا تستطيع أن تتثبت وتعمل ما يسمى رأس جسر أو موطي قدم أو قاعدة ارتكاز تنطلق منها الوحدات الفرعية إلى مناطق أخرى لذلك نراها دائما بشكل متحرك دائما خوفا من الاستياد من قبل قوات المقاومة الإسلامية النقطة الأخرى في هذه الحركة أو في هذه العمليات العسكرية الإسرائيلية هي تدخل ضمن ما يسمى بالعقيدة العسكرية الإسرائيلية العملية الردع لم تكن ناجحة فهناك الوجه الآخر لهذه العملة وهي القوة الساحقة وعندما وجدنا في توغلهم داخل قطاع غزة أن الردع لم يكن مجدي لهم فالمقاومة فاجأتهم وأوقعت بهم خسائر فادحة فتحولوا إلى عملية الحرب الساحقة وأيضا هذه الحرب لها تكلفة كبيرة جدا عولا على المدنيين وخاصة العاملين في جميع المرافق الإنسانية في غزة أو في المخيمات ولكن الخصم على وهو المقاومة الإسلامية للآن لم يظهر أن قوات العدو قد وصلت إلى أي منهما سواء كان من القيادات أو بعض الجنود هذا أيضا يعطينا تفسير آخر لماذا تقوم القوات المحتلة الإسرائيلية بالهجوم على المراكز الإنسانية الإيواء والمستشفيات والمدارس أعتقد أن لديها خياران أو أنها تستخدم هذين الأسلوبين لحصول على قتل ونقل بعض الجثث منهم ومن ثم إلباسهم لباس عسكري للمقاومة وعرضهم فيما بعد على أن القوات الإسرائيلية قد قتلت كثيرا من قوات المقاومة وهذه صورهم النقطة الأخرى أنهم عندما يأخذون الجثث وينقلونها يستخدمون وهذه جريمة حرب يجب أن يعاقب عليه القانون هو نقل الأعضاء وتخزينها وتجميدها في مراكز صحية في إسرائيل لأن العقيدة الدينية التي تبنى عليها العقيدة الأسكرية في إسرائيل تحرم نقل أجزاء من أعضاء الرجل اليهودي أو المرأة اليهودية فحتى يتلافو السيئة أو ما يسمى بمخالفة أوامر التلمود والتورا يأخذون هذه الأعضاء من أجزاء الجسم أو الشهداء المتوفرة في المناطق دكتور عصام اليوم نحن نتحدث عن مناطق آمنة مثل خان يونس وبعض المناطق الأخرى هم طلبوا إخلاءها كيف سيكون المشهد فيها؟ هي مناطق تقريبا أوى عليها كثير من أهالي شمال القطاع فيها تركز إنساني لكن فيها نوع من حالات الأمن الجيدة إذا ما استطعنا رؤيتها في الصور كيف سيكون عليه الوضع هنا؟ إلى أين سيتجهون إذا دخلت القوات الإسرائيلية إلى بعض هذه البلدات؟ أو إلى خان يونس؟ سؤال وجيه لكن حتى إذا استمعنا إلى رأى بعض المراقبين من من كانوا يعملون في قطاع غزة أو من الصحفيين المنتشرين في جميع أجزاء قطاع غزة هم يقولون لا يوجد مناطق آمنة لكن الهدف المعلن من هذه الدعاية الإعلامية التي تنشرها إسرائيل وتحاول تسويقها للعالم هي أخذ قطاع غزة بالقطاع يعني بالتجزئة عندما دمرت الشمال ولكنها لم تتثبت حتى في مخيم بيت حنون ولا في جباليا ولكنها تقصف وتدمر وبالتالي هي تحاول أن تعمل ما يسمى بخلط الأمور ما بين الشمال والوسط والجنوب بحيث يتم زعزعة الاستقرار السكاني في طبيعة الأرض يعني أن لا يجد سكان المدنيين مكانا يلجأوا فيه فيصبح دائما في حالة حركة هذه الحالة الحركة لدى المدنيين هي حالة مزعجة بغض النظر عن الوضع الإنساني ككل لأنه يحاول حتى لو يستقر تحت عمارة مهدمة ولكنه لا يريد أن يبقى متنقل لا يعلم إلى أين يذهب لكن إسرائيل تحاول لأنها عملية ضغط نفسي على هؤلاء المدنيين قد يعني يعتقد الإسرائيليين أن هذا الضغط النفسي على المدنيين قد يصل إلى ضغط نفسي على المقاومة فتستجيب المقاومة لهم وتسارع في عملية الاستجابة لأهداف نيتنياهو وغالنت التي قالوا سنحرر الأسرة وسندمر وبنية نظام حماس يبدو أن كلام إسماعيل هنية أمبارح هو كان حد فاصل بأنه قال لهم ما يجب أن يسمعوا بأن لن يكون هناك شروط ولا اتفاق إلا بما تقوله المقاومة وقد وصلني معلومات بالأمس أن السنوار عندما كان باتصال مع القادة السياسية في قطر ولم يستجيبوا لشروطه فصل خط الاتصال معهم وكان آخر كلمة قالها الشروط شروط المقاومة وليست شروط لا أمريكا ولا إسرائيل ولا دولة أخرى ونحترم الوسطى أما الشروط هي شروطنا هذا يدل على دلالة واضحة أن المقاومة ما زالت تمسك جمام الأمور في إدارة المعركة داخل قطاع غزة السؤال هو كيف يعني لماذا يبحث الإسرائيليين عن رنصر رمزي في جمع الشفاء عندما نعود بالذاكرة إلى الوضع الذي تم به بناء مستشفى الشفاء كان هناك بناء ملاجئ داخل المستشفى حتى بالتصميم الهندسي ولكن عندما توسعت بعد أن خرجت مهزومة من القطاع 2005 توسعت المستشفى فأضافوا إليها جهاز الإماراي ومن ثم شاهدنا المسرحية الهزيلة التي أوجدها الجيش الإسرائيلي على اعتبار أنها كانت قاعدة يعني أعتقد أنها مثل ما قال أحد الصحفيين الأجانب لقد سقطت إسرائيل في المعركة الإعلامية كما هدمت في المعركة العسكرية النقطة الأخرى سؤالك سخي العزيز حول مناطق غرب غزة أعتقد أن العملية هناك ليست بهذا النجاح الباهر لأن الغرب عند البحر منطقة مكشوفة ولا يمكن للمقاومة أن تتواجد فيها ولكنها يمكن أن تخرج عليهم من منطقة ما ويصطادوا آلياتهم وجنودهم بأي فترة دكتور عصام طبعا القصف الإسرائيلي حتى وصل إلى المستشفى الميداني الأردني وكان هناك إصابات يعني البعض قال أن الجانب الأمريكي يعني ضغط على الإسرائيليين في هذه المسألة هل هو خطأ يعني عرضي أم أنه مقصود هنا لإيصال رسائل أو ما شابه من الجيش الإسرائيلي الحقيقة يعني أنا سئلت كثير عن هذه المسألة الإسرائيليين ليس لهم يعني عهد ولا ذمة ولا يعني ولا يحفظ عهود ولا اتفاقيات حتى هذه يعني وهذا ما وصل إليه القرار الاستراتيجي أو السياسي الأردني بأنه على حسب ما قاله وزير الخارجية أمس بأنه تم تجميد أو سيتم تجميد الاتفاقية وهي عبارة عن ورق تجمع غبارا على أحد الرفوف في المستودعات يبدو لي أن عملية قصف المستشفى الميداني الأردني كان مقصودا لأكثر من سبب السبب الأول حتى لا يقال بأن إسرائيل تماهي أو تداهن المملكة الأردنية الهاشمية النقطة الثانية أو أعتقد أنها لسبب أكثر وجاهة أن قيام القوات المسلحة الأردنية على اعتبار أن المستشفى الميداني هو مستشفى عسكري قيام قوات المسلحة الأردنية بإرسال طائرات تم من خلالها أعتقد طائرات سي وان ثيرتي أو طائرات الهولوكوبتر الناقلة للمساعدات قامت بالوصول بغض النظر عن عمليات التنسيق ولكن الشجاعة التي تحل بها الطيارين وكروا العمليات الخاصة الذين أنزلوا هذه المساعدات بالمضلات إلى المستشفى قد تغري بعض القوى الدول مثل أندونيسيا صاحبة مستشفى الأندوليسي والمجمهورية مصر العربية مستشفى ناصر ومستشفى حمد تمويل قطري والمستشفى التركي تمويل تركي قد يقوم هذه الدول بعمل ما عمل الأردن وبالتالي تصبح سماء غزة منطقة حرة لإنزال ساعدات من قبل هذه القوى فحاولت إسرائيل بهذا القصف أن تقول لا يوجد لدينا أماكن آمنة ولا أماكن محمية وبالتالي خرج من بعض إلى حد ما هذا المستشفى الميداني عن العمل لإصابة سبعة من المطباء والممرضين ونقلهم إلى المستشفى المعمداني عندما قاموا بإنقاذ عائلات فلسطينية استجاروا بهذا المستشفى هذا يدل دلالة واضحة على كذب نيتنياهو عندما قال نحن نحاول أن نقلل الإصابات بين المدنيين ولكن هدفهم هو إدامة إصابة المدنيين لأن هؤلاء الأطفال هم جنود المستقبل وهم المقاومة المستقبلية والنساء هم الذين يلدنا هؤلاء الرجال وحتى يكبرنا ويصبحوا من المقاومة من عمال خبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية الدكتور عصام ملكاوي شكرا جزيلا لك